اوكي اداله عايز ايه؟ اداله يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايزة في العلاقة حاجة يعني مش مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تهزمش هو بيحاول يبين انه هو ما تهزمش انه هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر اداله زي ما احنا شوفنا حتى في قراته العامة بدا يركز في العاطفة اوه بدا يركز مع شريكه اوه فده يهتم بيه وده يعوضه حاجة حلوة جدا فداله شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوة قوي قوي داله شايفش ديكه ازاي؟ which is weird تجرح كتير تجرح كتير تعناط كتير 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 مش عارفة ازا كانت التعناط دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم إنه هو شايفه متقلم وإنه هو زي ما تقوله تغضر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله أخذ نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدلو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدلو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل إيه الشريك واضح إنه هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وأنا حاسن الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فنفرض إن الدلو زعل شريكه في حاجة بس دلو ابتدى يركز وابتدى يدي وبتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو إيه بيسمحه بيقرب منه أكتر رايح له بسرعة نفسه في إيه؟ هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف إنه هو قدى الدلو كتير قوي أو يعني ما أسرش على أقل ما عارف حاجة ونفسه بقى في تعويد إنه واضح إن الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من أغلط وابتدى إنه هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو إزاي شايفه بيصلح لأ الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف أخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال بيطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين كوباية دي كوباية دي مشاعر وحب وجواه سمكة السمكة دي عطاء ورمز رمز للخير يعني ما أقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لأ واضح إن الدلو تعلم درسه تعلم كويس وعرف إمتك ونوي صلح وإنت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي إنت بتعمله حاليا إنك إنت رايح له بالسرعة دي ومستاني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل إيه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة أو بصوا بقى فيه بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد فيه حاجة جديدة حاجة إنتم مش متعودين عليها الدلو فعلا نبدأ يركز مع الشريك فيه فيه تفاقل كده وبصين العلاقة إيه ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فشل زي ما أنا كنت تفاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل إنتوا رايحين وإنتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو ومولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه ما تجاوزوش ده زواج إتمام زواج وإتمام خطوبة والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وإنتوا متجوزين قراتي وعندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدالي بيديله ماشاء الله بيرفو ويعني أنا عايز أقول لكم أنا معاكم والأداية فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب خلخص القراءة الحمد لله حي وقوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح نظلت في حاجة أو أثر في حاجة على الأقل على الأقل تقدير وبيحاول يبين أنه هو مش عادي تعترف ما بيعترفش أنتوا عاكمين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين أنه هو تمام أنه هو مغللش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر لهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لأنه شايف أن أساسها قوي وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكو إزاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات اتهارة تعنات تعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكو الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة أن الهدف ده اتجاه شريكو بسم الله ما شاء الله الشريكو عايز إيه كمان عايز تعويض بقى عايز يبتدي يجني بقى هو صبر كتير هو استنى وسامح مثلا أو يعني دعم كتير قد دعم كتير للدلو فعايز يبتدي يحفظ بقى عايز هو بقى ياخد شوي وهو شايف فعلا أن الدلو ابتدفع علي أنه هو يصلح وابتدى يدي ارتقى ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكو داخلينها ومرحلة طاقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقت البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عملين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الإراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا يمشو خطوة خطوة إن شاء الله الطريق طوي وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها واحدة وحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد اثنان زواج أو اثنان خطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده ما فيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكم جدا الحمد لله الحمد لله ربنا هنيكم كل الدل إن شاء الله ويسعد شرككم وإستقس يعني بس بقى حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقت يا دل إيه هي حالتك يا دل وشكلك يا أمة دخلك فلوس حددكم أو دخلت خلص في خير في تحسن في الحالة المادية في أو حتى يعني زي ما تقولوا إيه ابتدت تنور ابتدت تنور هي في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارتة ده كمان إما إن هو دخلك إن شاء الله رزق وفلوس كويسة إن شاء الله أو إنه أنت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتاج بتديله عندك كرم زاي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح إنك أنت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه معملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه إتمام رسم خطوبة أو زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت أصفر منور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون أجازة شكل الشهر ده عندك فيه أجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم إنه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة أنت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار أو عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك لانت تحسن الموضوع ده إما أنه أنت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال أو أنت في حالة تقلب أو ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طالعا نزلق إما أنه أنت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فأنت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لأطاعت شوية فيه فيه حاجة بتتأرجح أنت عايز توصلها لحالة ستدي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو أنت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ما لهاش معنى أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد أن أنت قررت أن أنت تعمل خطة في الصرف أنك أنت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي أنت محتاجها بس المهم أنه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة أنها تهد البيت في حاجات النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة طيب إيه العقابات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات أنت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجأة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير أي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجأة في العمل حصل تغيير مفاجأة عملية تحول ده عيقف قدامك عقب الشهر ده حتبقى مش عارف تتعامل معه زي نصيحتي لك تعمل معه بجرأة بص هو إيه اللي بيحصل هنا فيه بتاع الكارت ده المود مفروض إن حاجة بتمود أو حاجة بتتغير وحاجة مفاجأة وبيه غصب عنك أنت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي إيه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحرفي الموت بمعنى رمز الموت إن هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والوحن بيجعفش يصرف فيه أعمل إيه بس بصوا بقى هنا الراجل ده ده مفهود إن هو السيس يعني أو احنا بالنسبلنا بقى حيبقى رجل فيه أو شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير أو التحول ده بشجعة ما تقلقش لأن التحول ده أو التغير ده الحاجة اللي بتموت أو تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فواجهه ما تخافش منه التغيير اللي داخل عليك ده يا جلو ما تخافش منه إن شاء الله في الآخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة أحسن بس أنت مش شعير في دلوقتي الحاجة اللي هتنجزها الشهر ده واضح إن الدلوق هيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلوق عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة أو كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح إن هتا تتتحسن بالفعل أو على الأقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع إن شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط إنك أنت بقيت تهتمل به مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت بركز مع الاتنين بقيت بتدي في الناحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب إيه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية أوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة قوي تجنب الخطوات الكبيرة قوي اللي لها علاقة بقى إيه في الخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي نشعارف إيه لأ بلاش تعمل خطة خماسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لأنه ده مش وقت مناسب أنت تعمل خطة للمستقبل قوي للمستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على أقل تقدير يعني أن ناتجته مش هتبقى مرضية لك قوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه أو أي حاجة فيها خطوة بعيدة خطوة كبيرة إيه اللي أنت محتاج طنقه هذا الشعر شوية يعني مش عايز أقول بخل عايز أقول حذر توخ الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لأن ده نمسك امسك إديك شوية يا جلو أنت طلع لك حالتك دلوقتي أنت عملت بعزق واضح أن فيه بعزق عملت بعزق ينين وشمال وفوق ودحت طيب ده ده اللي أنت محتاج تعطنقه الشهر ده حاول تمسك إيدك شوية امسك إيدك ركز اعمل خطة للصرف خطة خطة محترمة كده مش لحاجة علشان تحس يعني توصل للهدف اللي أنت عايزه ده إنك أنت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعشان تبتدي تحس بالحاجات اللي أنت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما أنت كل اللي بيجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن اشتغلت